طريق التقديم المعلومات الضربية الى جوجل ادسنس باستخدام الهاتف فقط هنشوفه مع بعض خطوة بخطوة تمام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا الله زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعث الصلاة والسلام لسيدنا النبي اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهه عندك فرج ما نحن فيه موضوع النهاردة باختصار ازاي نقدم المعلومات الضربية في جوجل ادسنس عن طريق الهاتف او الموبايل بس تمام هندخل مع بعض كده على ادسنس دي ايكونة انا سيبها الادسنس برا عملنا لها فيديو قبل كده تمام ودي لوحة البيانات برضو ايكونة لها تمام للقناة وده لجوجل ادسنس تمام هندخل مع بعض على جوجل ادسنس وان شاء الله هسيب لكم الفيديو ده في الوصف بتاع الايكونة دي تمام هندخل على جوجل ادسنس مع بعض هندخل على طول تركوه على جوجل ادسنس تمام الموضوع بسيط الموضوع بسيط جدا عندك ببقى فيه الرسائلة اما ان تدخل من الرسائلة دي ادارة المعلومات الضربية ادارة المعلومات الضربية من هنا تمام وتكمل تمام او ان انت تضغط على الثلاث شرط دول او كده تمام وتختار حاجة تحت اسمها الدفعات تمام ومن الدفعات بتروح على معلومات الدفع تمام وبتنزل تحت كده من معلومات الدفع ده لو الرسالة دي مش موجودة عندك او لو عايز تعدل على الملف الضريبي بتاعك تمام بتلاقي فيه الملف هنا بتحت في معلومات الدفع بتنزل تحت خالص في المربع اللي فيه الاعدادات واسمك و جوجل ادسنس بتاعك والاسم بتاعك مستخدم واحد بتلاقي حاجة تحت اسمها ادارة الاعدادات بتضغط عليها ده لو الرسالة دي ما لقيتهاش او عايز تعمل تعديل على الملف الشخص التاعك تمام جايب لكل بيناتي قدامي كل بيناتي حلو الكلام ده اللي في ادسنس انا باخد الاسم ده الاسم والعنوان كامل باخد الاسم والعنوان والبيانات دي باخدها معي نسخ تمام وبترجم نسخ زي ما هي وبروح جوجل على جوجل تمام وباكتب ترجمة واخد كل جملة منها نسختها وترجمها انجليزي واخدها معي نسخ انا هحتاج المعلومات دي زي ما هي بالزبط نسخ من الانجليزي ده اول حاجة تمام نروح بقى بعد كده على معلومات الضريب في الولايات المتحدة بضغط عليها بيقول لي بضغط على قلم بقول لي ادارة المعلومات الضربية بضغط على ادارة المعلومات الضربية بيحمل معايا وهنا بيقول لي ادارة المعلومات الضربية ومعلومات بقول لك يرجع ارسال نموذج ضريب في اسرع وقت ممكن قد تضطر جوجل الى اكتطاع ما يصل الى 30% من عائداتك او تعلق دفع العائدات تمام في حين إيه إلى حين موافقة على نموذجك الضريبي تمام بموجب قانون الإرادات مشافئة يعني ممكن يقطع منك ثلاثين في المية على الربح كامل لو أنت ما أمديمتش الضريب قبل المئة دولار تمام هو بيقطع على المئة دولار تمام المهم هي عندي إضافة هنضغط على كلمة إضافة المعلومات الضريبية اللي بالله أزرق دي تمام بضغط عليها بيقول لي يرجى تخصص وقت ما يتروح من 15 إلى 20 ديار تمام تمام منزل لتحت كده هتلاقي هنا بد النموذج الضريبي بضغط على بدء النموذج الضريبي ما ننساش إن احنا نسخنا كل حاجة تمام على طول تلقائي بيقول لك عشان بس يجب أولا أثبت هويتك ده للأمان طبعا تمام بنكتب هنا كلمة المرور بنكتب كلمة المرور تمام خلصنا كلمة المرور بعد كده بقول له التالي دخلنا رقم السري بتاع ايه بتاع ايه بتاع ايه بتاع ادسنس بتاع حساب ادسنس تمام بيقول لي التالي أول حاجة خالص بيقول لي ما هو نوع حسابك بقول له فردي احنا فردي تمام ما هوش كيان او مؤسسة غير فردية احنا فردي بعمل التالي بطلع لفوق كده بقول لي هل انت مواطن او مقيم في الولايات المتحدة الامريكية يعني انت مقيم او مواطن من امريكا بقول له لا طبعا وبعمل التالي بنزل لتحت بقول لي اختار نوعين من النموذج النموذج الاول تمام هو ده الافراد الغير امريكيين واستخدامه ايضا استخدامه لطلب الاستفادة من المزايدة المعاهدة الضربية ده تمام ولكن النموذج التاني ده كيان او فرض غير امريكي بس يجنى داخله مرتبطا بتجارة او نشاطه ومشعب في الولايات المتحدة احنا ما لناش دعوه بنشاط ولا اي حاجة احنا فوق في النموذج الاول اللي هو دابليو ايت اللي هو تمانية بي اي ان تمام اللي هو ده تمام بطلع على اختيار النموذج الاول وبطلع لفوق بيقول لي فتح نموذج اهو تمام بفتح النموذج مع بعض بيحمل معايا احنا خلاص دخلنا على بدء النموذج اول حاجة خالص بيدهالي اسم الفرض طبعا احنا نسخنا كل ده هندخل على الاسم هنعمل هنا هندخل على الحاجات اللي احنا نسخنها تمام ونضيف الاسم الاسم يا حضرات زي ما هو في ادسنس بالزبط بس بالانجليزي الاسم زي ما هو في ادسنس بالزبط بس بالانجليزي تمام كتبنا الاسم بالانجليزي بعد كده بيقول لك شركة ومش عارف ايدي ما لناش دعوه بدي اختياري سيبك منها خالص عندك المنطقة او البلد المنطقة او البلد هنا اللي هي هنضغط على السهم ده هنختار مصر مصر يتلاقها تحت تحت او كل واحد يكتب البلد اللي هو منها تمام ميم 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 حرف الميم حرف الميم حرف الميم حرف الميم حرف ايه مصر هنختار مصر تمام رقم تعريف الضريبة اللي اتنين دول اللي احنا اختياري قد بالك هو ده عشان تنتفع بالمعاهدات الضريبية بين الدول بس يكون عندك رقم ضريبة حقيقي هنسبهم زي ما هم هنضغط على التالي عندي في العنوان بولي عنوان الاقامة الدائم انه عنوان الاقامة دائم هو صندوق بريد او عنوان لعناية مش عارف ممكن رسال مستندات اضافية ملناش دعوا بها خلاص مش هنعملها مش هنروح فيها يعني طالما ده مش هنعلم عليه تمام هنكتب بس هنا بلد الاقامة مصر عنوان الشارع والشقة او الجناح ده سطر العنوان الاول وده سطر العنوان التاني ده سطر العنوان الاول وده سطر العنوان التاني نفس الفكرة تمام وهنا المدينة هتختارها وهنا المقاطعة هنتدور عليها هتفتح عنوان الشارع هنكتبه او مع بعض هنملى البيانات دي تمام ده عنوان ايه قلنا ايه العنوان سطر العنوان الاول اللي في ادسنس هتكتبه هنا سطر العنوان التاني اللي في ادسنس هتكتبه هنا تمام حتى بيظهر لي بس بالعرب اهو يعني بيظهر لي هو اللي فاتس بس بالعرب والمدينة وهنزل المقاطعة المقاطعة اهيه هننزل هنا كل واحدة يختار مدينته على طول الدقالية هنا بالنسبة لي تمام الرمز البريدي لو علمت عليه كده هيظهر لك اللي فاتس تلقائي اهو تمام وهنملى البيانات اللي فوق دي كده اوكي تمام ملينا البيانات وننزل تحت كده عند العنوان البريدي مطابق لعنوان الاقامة الدائم هقول له نعم هنا تمام بعد كده بضغط على التالي اخد بالكم البيانات نفس ما انا واخدها من ادسنس بس مترجمها انجليزي وحطها واخد بالي من بعض الترجمة الحرفية يعني بعض الاسماء بيترجمها مش يعني مش بتتكتب الاسم لو اسم مثال له صفة يعني هو عبارة عن صفة تمام ممكن يترجمه لأ خدوا انت مكتوب انجليزي تمام تأكد من الحاجات دي اه وبعدين التالي تمام بيقول لي هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع اقل بموجة بمعاهدة ضربية احنا ما ملناش ما كتبناش في حاجة هنعمل لا تمام لو كنا ملناه لو في حد عنده بيانات حقيقية حقيقية يكتبه تمام احنا بنقول لا تمام وبعمل التالي تمام تمام اقول لي نموذج الدربية اؤكد انني راجعت المستندات طبعا احنا راجعناها نفس البيانات صحيحة لان احنا ماشيين صح وبطرقة قانونية بعمل هنا بعلم على دي وبعمل التالي تمام بعد كده بيدخلنا على الشهادة الشهادة اللي اكرره مع تحمل العقوبة اللي اكرره مع تحمل عقوبة الحنث اليميني بانان راجعت المعلومات الوردية فازا نمو اؤكد بانها صحيحة وكاملة على حد علم انت بتحلف يعني يمين بنفعش اغش فيها وكل الحكاية مش مستهلة اي حاجة تمام توقعك هل انت الشخص الوحي الوارد اسمه في فقرة التعريف الضريب ولا اذا اوقع على هذا الناس اقول له نعم اطلع لي فوق كده اقول له نعم انا الشخص الوارد هنا اسمه في هذا النموذج وان انا اوقع هذا النموذج اهو كلنا طبعا احنا اللي بنعمل والاسم القانوني هنا بالكامل بتنسخ اسمك تاني نفس اللي انت عملته فوق تمام تمام نسخنا الاسم وبضغط على التالي يعني انا كده وقعت وحلفت قسم بضغط على التالي تمام هل اجرى الفرض المحدد في هذه الفقرة التعريف يضريب اي نشاطات او خدمات لصالح جوجل في الوقت المتحدة طبعا لا تمام اقرب انه سيتم تنفيذ الخدمات المقدمة لشركة ايه تمام افادة رسمية تسبب تغيير الحالة الضربية هل تقدم معلومة ضربية خاصة بملف شخص جديد حالي للدفع لم يسبق له تلقي دفعات ايه انا لم اصبق لي تلقي دفعات اللي هو الاختار الاول لو حضرتك تلقي دفعات لو حضرتك تلقي دفعات هتعلم على العلامة التانية اللي هو تلقي دفعات تمام وبعمل التالي تمام بيجي لي هنا الاختيار في التالي ده اوافق على اتفاقية ارسال المستندة بدون اوراق بدون استخدام اوراق او استلام المستندة بالبريد العادي انا طبعا مش عايزين بريد عادي عايزين مش عايزين بريد عادي عايزينها كلها من البلد الالكتروني بعيد عن الاوراق تمام وبعمل هنا ارسال تمام في في ما فيش يعني واحنا هو هيلف من دلوقت هيبقى مقبولة ان شاء الله تمام تمت يبقى الحالة هنا الحالة ايه مقبول تمت الموافقة على معلومات الضرائب الخاصة بك في الولايات المتحدة تمام كده بس هو ده كل الموضوع واللي وصل معنا لغايتنا تمام يكتب لي اه الكلمة الموجودة فوق على الشاشة تمام بس اي سؤال في اي موضوع اه تحت امر الجميع سيب كومنت واسألك ان شاء الله اه ارد على حضرتك او اعمل لك فيديو او ارد عليك في اي حفلة يعني انا برد في الحفلات برضو على اه الاسئلة يعني بقرأها برضو انا في الحفلة وبرد عليها تمام اه تحت امر الجميع نقول اه في امان الله جميعا سلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته